السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال معاكم الدكتور محمد ديسوقي اخصائي طب الاطفال و حديث الولادة ومهات كتير جدا بعتوا يسألوني نفس السؤال يا دكتور انا دايما لما بحط ايدي على راس طفل الرضيع بحس ان راسه دايما سخنة لما بقى جمسك ايديه او رجليه بلاقيها بردة يعني راس الطفل ده دايما اسخن من ايديه ورجليه ولما بقيس حرارة الطفل ده بالترمومتر بتطلع حرارة الطفل طبيعية هل كده الطفل ده عنده مشكلة؟ تب ليه دايما درجة حرارة راسه عالية؟ تب اعمل ايه مع الطفل ده؟ اسئلة كتيرة جدا حوالين الموضوع ده هنجاوب عنها في الفيديو ده بكل بساطة اول معلومة لازم نكون عارفينها ان مخ الطفل الرضيع بيوصل له كمية كبيرة جدا من الدم 20% من الدم بيوصل لمخ الطفل الرضيع وده بيحصل لسبب مهم جدا الاطفال الرضع بالذات في اول سنتين معدل نمو المخ عندهم كبير جدا وده يستدعي ان المخ يوصل له كميات اكسوجين كبيرة جدا ويوصل له كميات مغزيات كبيرة جدا علشان كده مخ الاطفال الرضع بيوصل لهم كميات دم كبيرة جدا المعلومة التانية اللي لازم نعرفها ان حجم راس الرضيع مقارنة بجسمه يعتبر كبير لو حضرتك بصيتي على طفل الرضيع وشفت حجم راسه بالنسبة لجسمه وبصيتي لنفسك في المراية وشفت حجم راسك بالنسبة لجسمك هتلاقي ان الطفل الرضيع وضع مختلف تماما حجم راس الرضيع بالنسبة لحجم جسمه يعتبر كبير مقارنة بحجم راس الكبار مقارنة بجسمه والسببين دول مع بعض بيخلوا راس الرضيع تحتفظ بدرجة حرارتها بنسبة كبيرة جدا او دايما بنحس بفرق طفيف ما بين درجة حرارة راس الرضيع ودرجة حرارة ايديه او رجليه لان كمية الدم اللي وصله لراس الرضيع اكبر بكتير جدا من كمية الدم اللي وصله لأيديه او لرجليه وهنا في نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها احسسنا ان فيه سطح ما حرارته عالية بيبقى ناتج عن فرق درجة الحرارة ما بين ايدينا وما بين السطح ده يعني فرضا لو حضرتك قدامي كباية شاي ومسكتي كباية الشاي دي حسيت انها سخنة ده معناه ان حرارة الكباية دي اعلى من حرارة ايديكي لما حضرتك بتيجي تلمسي راس الرضيع وتحس انها سخنة ده معناه ان حرارة راس الرضيع اعلى من حرارة ايديكي وبالمناسبة حرارة ايديكي هي اللي تعتبر منخفضة شوية يعني راس الرضيع حرارته هتبقى مظبوطة لكن أطراف إيديكي مش وصل لها نفس كمية الدم اللي وصله لراس الرضيع اللي وضحناه في أول الفيديو لأن راس الرضيع كبيرة محتاجة أكسوجين ومحتاجة مغزيات علشان كده راس الرضيع بتعرف تحتفظ بحرارتها كويس جدا لكن إيديكي مش هتعرف تحتفظ بالحرارة بنفس المعدل اللي بتحتفظ به راس طفلك الرضيع فلما تلمسي راسه دايما هتحس إنها دافية لأن فيه فرق في الحرارة ما بين راس طفلك الرضيع وما بين إيديكي والكلام هنا أنا بقوله في حالة إن إحنا قسنا درجة حرارة الطفل ولقينا حرارة الطفل طبيعية وهنا آخر نقطة لازم أأكد عليها تقييم درجة حرارة الأطفال سواء الأطفال الرضع أو الكبار لازم يكون باستخدام الترمومتر ما ينفعش نقيم حرارة الطفل بأيدينا لأن المقياس هنا هيبقى خادع جدا ده كان الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول وشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وانتوا بخير وسلام وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته